أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجدد لقاءنا الإسبوعي مع تغيير موعد الحلقة مع برنامجكم فرحة حوة مع دكتور شادي محمد أخصى أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنبيب والحقن المجهري ومنظير البطن والرحمة نتعشى في وجه الله أن نستطيع أن نرسم البسمة والبهجة والفرحة على كل نساء على كل شفاه نساء حوة برنامج فرحة حوة برنامج يتعلق بجميع أمراض النساء والتوليد وأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب إن شاء الله نستطيع أن نديكم معلومة تفتح الأذهان لأي موضوع لأمراض النساء والتوليد النهاردة هنطرق موضوع يتعلق بالإنجاب وإن كان الناس مش عارفة توجد العلاقة الغد وقت حتى إحنا كأطباء يعني ما بنستطيعش التشخيص وأغلب الأطباء ما بيعرفوش يشخصوا التشخيص الكامل غير بعد عمل المناظير ومش عارفين حتى إحنا كأطباء دلوقتي علاقته بتأخر الإنجاب ألا وهو مرض الاندومتريوزيس أو ما يعرف باسم بطانة الرحم المهاجرة اللي هي بطانة الرحم في عدم وجودها في أماكنها إحنا إن شاء الله يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكو على الأرقام اللي موجودة على الشاشة لأي حاجة تتعلق بموضوعنا النهاردة أو تتعلق بأي حاجة في أمراض النساء والتوليد نبتدي إن شاء الله أن هنتكلم النهاردة عن بطانة الرحم المهاجرة يعني إيه بطانة الرحم المهاجرة دي أول حاجة نعرف يعني إيه تعرفنا لبطانة الرحم المهاجرة من اللفظ الاندومتريوزيس أو بطانة الرحم المهاجرة هو وجود بطانة الرحم الأكتف يعني المثيرة بطانة الرحم موجودة من جلانس وسترومة يعني خلية بطانة الرحم الأساسية موجودة في مكان خارج اللي موجود فيها يعني احنا نشبهها بس عشان نقربها للاذهان زي ما احنا بنقول الحملة المفروض يبقى داخل الرحم ده اللي اسمه الحملة طبيعية لما الحملة يحدث في اي مكان خارج تجويف الرحم سواء في الانبوبة سواء في المبيض سواء في اي حتة بتسميه حملة خارج الرحم هو ده نفس لما نقربه للاذهان هو ده نفس اللي حصل ان بطانة الرحم المهاجرة هو وجود الاكتف جلان أو الاكتف اندومتريم يعني بطانة الرحم نشطة موجودة اللي هي بتتكون من الغدد والسترومة الخلايا اللي حواليها خارج الرحم المبطل لجدار الرحم يعني موجودة فين يا دكتور يعني موجودة في المبيض موجودة في الانبيب موجودة في العضلات داخل الرحم موجودة في الحوض موجودة في المستقيم موجودة في المثانة والمفاجأة ان هي موجودة في أي مكان وعضو في الجسم يعني يا دكتور يعني ممكن نلاقيها في الكبد ممكن نلاقيها في الرئة حاجات ندرة ولكن موجودة مرض بطانة رحم المهاجرة مرض إلى حد ما انتشر دلوقتي ويعني زاد انتشاره بسبب وجود المنظر للتشخيص لأنه هو لا يشخص عشان بس أنه أفصلها في الأذهان يعني ما الجيش واحدة تقول لي أصل الدكتور أو الدكتورة قالت لي أن حضرتك عندك بطانة الرحم المهاجرة واسأل السؤال التالي حضرتك عملت منظر تقول لي لا آه إحنا عندنا بعض الأعراض اللي هنحكي عليها النهاردة تعمل ساجسا أو يعني تديني اعتبارات وإرهاصات أن ممكن هذه السيدة تعاني من مرض بطانة الرحم المهاجرة ولكن ده مش تشخيص في فريق جماعة جدا عندنا إحنا كأطباء والأطباء اللي بتفرغوا علي يعرفوا الكلام ده أن أنا بشخص وأن أنا بشك آه الشك يفسر أن أنا هدي عليك طبعا يعني وعلى فكرة يعني يعني أنا لا أنا بنفسي أنا سعد بشك آه طبعا والعيان مثلا أنا مش عارف أعمله منظار أو يعني بعيد أننا نعمل منظار أو النحية المادية غير آه فبشك إنه عنده بطانة الرحم المهاجرة من بعض الأعراض اللي هنحكيها دلوقتي آه يبقى دي ساعتها نقدر نقول إنه آه احتمال هذه السيدة تعاني من بطانة الرحم المهاجرة إنما أنا يعني أنبه على أطباء إنه ما ينفعش حضرتك تحط في دماغ العيانة وتؤصل في دماغها إن حضرتك تعاني من بطانة الرحم المهاجرة لا بطانة الرحم المهاجرة لا توجد شخصا معانا تصال معانا تصال اتفضل مادام سلوة اتفضلي ممكن أسألك سؤال اتفضلي حضرتك أنا عملت بقالي سنتين متجوزة عملت شعب السابغة لا حضرتك عندي كم سنة يا مادام سلوة أنا عندي ستة وثلاثين ستة وثلاثين متزوجة بقالك سنتين ده أول زواج يا مادام سلوة أو ما حصلش حملة قبل كده خالص لا ما حصلش حملة خالص ولا حملة خارج الرحم ولا سقط ولا حملة حويصالي ولا أي حاجة تمام لا أنا خدت ثلاث شهور كورنيت جوال منشطات تمام في كشفة يعني وبعد كده قالوا لي رحم بكاك فيه عندك ورا منوفي بس الحجم صغير خالص الحجم قد إيه ومكانه فين يا مادام سلوة هم قالوا فيه تلاتة مش عارفة أمام كده يعني سلوة مش عارفة يعني وما ده كده قالوا لي فيه تلاتة عدد كورنيت تمام الزوج عنده كم سنة يا مادام سلوة هو عنده خمسة وخمسين حاضيك أول زوجة ولا هو كان عنده أولاد من زواج قبل كده لا أول زوجة أول زوجة طيب تحليله كويس عملنا التحليل هو الحركة عنده متوسط الحركة عنده متوسط اللي عادت كويس بس بيله الحركة متوسط هو برضو يعني لو حاضيك بقى هتتبعينا إن شاء الله في نفس المعادة أو لو حاضيك كنت امتبع المعادة اللي كان يوم الأربعة الساعة اثنين هتعرفي إن إحنا سائل المنوي فيه حاجات كتيرة جدا أنا كنت شرحه تماما بالتفصيل فالسائل المنوي منفعش أقول حركة بس أو عدد بس فيه حاجات بالتفصيل لازم كلها تبقى سليمة لأن إحنا لو كنا قلنا قبل كده إن المعمل أتفضلي طب فيه يعني ممكن مثلا علاج ولا حمل مدائب أنا هقول لحضرتك كل حاجة الوقت أنا هرد على حضرتك طيب هي مادام سلوة هي عندها شقين أولا تأخر إنجاب بالنسبة لها وبالنسبة للزوج الزوج طبعا السن كبير السائل المنوي هي بتقول الحركة منتوسطها مع العدد كويس بس طبعا إحنا بنقول يا جماعة فيه تفصيلات كثيرة جدا في السائل المنوي لأن الناس بتيجي تقولي أصل عدد حلو والحركة حلوة طب يا جماعة عقلانيا لو المعمل عارف إن هم دول المعلومتين اللي هيكفيني كان هيبعث لي هيبعث لي التحليل وفيه الدول يا دكتور العدد كذا الحركة كذا ومش هيكتب لي أي حاجة السائل المنوي فيه برامترز كتير جدا لازم نتابعها الفوليوم اللي نازل من الزوج قد إيه اللزوجة قد إيه الوقت اللي بيتسع فيه اللزوجة دي المدة الزمنية قد إيه الريحة عاملة إزاي اللون عامل إزاي الحركة السريعة المتقدمة مع نزول السائل المنوي ومع تقدم الوقت الحاجات كتيرة قوي النسبة المشوهة قد إيه يعني لازم كله بنتابعه يعني ماينفعش تحليل السائل المنوي بقى 100 مليون مثلا والنسبة المشوهة تسعة وتسعين في المية لأ طب ما خلاص حتى لو هو 100 مليون وكويس جدا بس النسبة المشوهة عالية جدا أفضل بالنسبة لي اللي عنده مليون والنسبة المشوهة عشرة في المية يبقى إحنا شايفين كده الدنيا عاملة إزاي ده السائل المنوي طبعا السن كبير بالنسبة لمدام سلوة هي بتقول برضو ستة وتلاتين سنة إحنا عايزين نعمل نشوف عايزة عرف تماما عدد الأورام اللي فيها دي مكانها فين حتى عشان لو هلجأ ليه الحقن المجهرية بتقول لها نعمل بالحقن المجهرية آه ممكن مفيش مشكلة بس أهم حاجة وضع الأورام اللي فيها مايبقاش في مكان غرز الجنين أو وجود الجنين وكبر الجنين لإني خلينا صرح الدورة الدموية أثناء الحمل بتظهر في الرحم كتير والرحم ده بيوصله دم كتير أثناء الدورة الدموية فالورم اللي في الحضرتك شايفه صغير أو اللي الطبيب شايفه صغير واحد أو اثنين سنط في هذه المرحلة في الحمل هيبقى كبير قوي فهو لو في المنطقة اللي فيها غرز الجنين ممكن يأثرلي في الجنين وفي كبر حجم الجنين مدام نرمين أيها تفضلي مدام نرمين عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت دكتور أنا كنت عاد جوزة بي 3 سنين عندك كم سنة يا مدام نرمين عمدي 30 سنة 30 سنة ده أول زواج متزوجة بقليك 3 سنين أيها أول زواج حصل قبل كده حملة ولا حاجة حصل مرة واحدة بس بالتلقيح عملنا تلقيح طب حصل إجهاض ولا إيه آه في أول شهر في أول شهر بس كنا عملنا اختبار حمل طلع إيجابي طلع إيجابي وعملت التحديل الدمت إيجابي بعد كده عملت كذا مرة ما حصلش النصيب يعني عملنا تكررنا التلقيح بعد ذلك ما حصلش أي نصيب طيب أستأذن حضرتك حضرتك عملت الهرمونات سليمة أشعة مهبلية سليمة كل التحاليل عندي وعملت إيجابي الساقة كله كويس وجوزي عملت تحاليلك كويسة تمام جيت الآخر الدكتور ويحت لدكتور تاني يعني رفت لدك أترك في الصراحة تمام صلو ديت فخوفت عملها فرحته الدكتور تاني تمام دكتور الداني برشام اسمه برشام مستور اسمه داهية تمام لا ده مش بتاع الطلق ده حاجة تانية خالص تمام تفضل هو بالداني يعني عليك وفي مهمة كيف دراحة تمام الحمد لله بعد كده دلوقتي أنا خدت عجاجة ونصت ومفروض كتل دوري تجيج من 28 تمام ما جعتش روحتي يوم ثلاثة أعمل تحليل حمل رقمي لقيت ما فيش حمل بس هي ما جاتش لحد اللحظة حديك وغدا أن الدورة منتظمة ولا تبت تأخر لا ما تتأخرش هي بتسبق أبديها فتاة أربعة يام بس من كتر فعلا لقيت الأخطاء بقيت كده أبديها بيوم أقصوها أستاذن حضرتك النهار ده لسه 6-3 فاستاذن حضرتك هنصبر يومين ثلاثة كمان ونكرر التحليلتين إن شاء الله طب هو الرقم أدكتر معليش ممكن ما يبينش هو والله يعني مش حاجة قطع أنا برضو الحاجة اللي عايزة أقصالها إن الطب مش حاجة قطعة يعني هو المفروض إن الرقمي بعد تأخروا الدورة بيوم أو في معادة الدورة بيظهر بس برضو مش شرط ممكن بقى هرمون الحمل يعني دكتر أنا عملية التوقيخ مرة نجح بعد كده ما رجحش خلص طيب أنا بس أستاذن حضرتك يعني يفضل إن احنا نعمل منظر بطن ورحم عشان نتطمئ نشوف آه تمام منظر بطن ورحم اللي اتنين طلعوا سلام طيب الاتصال قطع مع مدام من الرمي ممكن بتتواصل معنا بعد الحلقة أو تحاول التتصال مرة تانية أنا بس عايز أعرف هي عملت منظر بطن ورحم والدنيا عاملة إزاي لو منظر البطن ورحم سليم وكل حاجة سليمة هرمونات سليمة تحليل الغضة الدرقية اللي الناس بتغفل عنه سليم تحليل السكر أي حاجة في الجسم الجسم كله متزبط يبقى ما فيش مشكلة خالص احنا لو الدنيا دي متزبطة يبقى أستاذ الحديك ممكن نلجأ للحقن المجاري يعني ممكن نلجأ لأنه طالما حصل حملة عن طريق التلقيح الصناعي يبقى غالبا هيحصل عن طريق الحقن المجاري بس عايز أعرف نتيجة منظر البطن ورحم طلع فيهم إيه مدام سالو هنرجع تاني احنا قلنا عايزين نعرف الأورام اللي فيها فين الأورام اللي فيها دي تعوق الحمل في حاجتين جزء منها تشريحيا وجزء منها وظيفيا يعني إيه يا دكتور يعني الورام اللي في في حد ذاته لو هو بعيد عن تجويف الرحم وبعيد عن منطقة غرز الجنين يبقى الجزء التشريحي اللي يعوق الحمل مش موجود هقول الله حضوك يحملي من غير ما يأثر فينا إن شاء الله في جزء تاني جزء فيسيولوجي لأن الهرمون المسيطر على الحمل وده على فكرة مرتبط بموضوع الحلقة النهاردة لأن هرمون المسيطر على الحمل هو هرمون البروجسترون عكس خالص الورام اللي في وبطانة الرحم المهاجرة الهرمون المسيطر يعني إحنا لسه كنا هنقول الكلمة دي إن الاندومتريوزيس أو مرض بطانة الرحم المهاجرة عبارة عن مرض يسيطر عليه الهرمونات يعني يتأثر تأثر قوي جدا بالهرمونات وهذا ما ينطبق على الورام اللي في يعني يا دكتور يعني الورام اللي في ده السيدة بعد ما بيتم انقطاع الدورة يعني بتجيلنا السيدات لسه كانت عندي مبارح 47 سنة وعندها ورام لي في حجمه كذا فكذا طيب ماشي الدورة قرب تقطع الورام دوم بيتغذى على هرمونات الدورة اللي هو الهرمون الأساسي بتاع الدورة اللي هو الاستروجين طيب إحنا الدورة هتنقطع هذا الورام هيدمحل وده يدبعه إن زي ما قلنا مرض بطانة الرحم المهاجرة أو بطانة الرحم المهاجرة ما منحبش نسميه مرض بطانة الرحم المهاجرة هتضمحل يعني يا دكتور يعني العلاج الأساسي عشان نبقى عارفين بطانة الرحم المهاجرة هو الحمل عشان كده لما هنيجي نحكي دلوقتي هنقول إن النسبة بتزيد ونوعية العيان نفسها العيان اللي ما حملتش قبل كده الناللي بارا أو اللو باريتي اللي هي عندها عدد الأولاد قليلة جدا وبيزيد في السوشيو كونوميك ليفل اللي هي الناس اللي مستواها المادي عالي كل دوا هنلاقي فيه ليه أسباب متعددة نيجي نرجع بقى الموضوع حلقتنا النهاردة احنا قلنا أول حاجة كل ده احنا في التعريف بس طب نسبة حدوث مرب بطانة الرحم المهاجرة دي يا دكتور لا تتعدى الواحد لاثنين في المية من السيدان النسبة بتعلى؟ اه النسبة بتعلى هل لوجود حاجات؟ يمكن لوجود حاجات مرتبطة بالبيئة وإن كان يعني أنا أعيزها وأرجحها لظهور وشيوع وسائل التشخيص احنا قلنا عشان نحطها حلقة في الود يشخص ازاي مرب بطانة الرحم المهاجرة التشخيص الأساسي اللي هو مية في المية يديني إن ده بطانة رحم المهاجرة حاجتين لازم أعمل منظار ولازم أخد عينة من لنا شاكك إن هو بطانة رحم المهاجرة وفحصها تحت الميكروسكوب بالباثولوجي يطلع ندون دون زي ما احنا قلنا أكتف أو غدد بطانة رحم نشطة يبقى أنا كده شخصني دي بطانة رحم المهاجرة طب إحنا يا دكتور حد بيعمل كده للمية في المية نادرة ما حد بيعمل كده إحنا بنعمل المنظار ومع النظرة الأساسية مع كتر الخبرة أنا ببقى عارف إن دي بطانة رحم المهاجرة سواء من الدرجة الأولانية التانية التالتة الرابعة اللي هنحكي دلوقتي يعني إيه الدرجة الأولانية يعني إيه الدرجة التانية يعني إيه الدرجة التالتة يبقى إحنا النسبة قلنا لا تتعدى 1-2% بتزيد مع زيادة تقدم وسائل التشخيص الحديثة ومع شيوع المنظار الأماكن بتاعته يعني إيه الأماكن يعني هي وجود خلايا بطانة الرحم في أماكن غير المبطنة للرحم إيه الأماكن التانية أشهر مكان موجود فيه ألاقيها في المضايض اللي هي بتعمل أكياس الشوكولاتية اللي إحنا نيجي سيدة تيجي بعد كده تقول لي إحنا أصلا الدكتور قال لي عندي كيس شوكولاتي كيس شوكولاتي ده عبارة عن بطانة رحم موجرة ولكن حصل لها بعض التلايفات ابتدت تكبر وابتدت تكون هذا الكيس الشوكولاتي يبقى إحنا قلنا المبايد في حاجات داخل الحوض وحاجات خارج الحوض مبايد ممكن تظهر في الأنابيب تظهر في عضلات الرحم نفسها دي يعني حاجة مختلفة خالص اسمها الأدينوميوزيس ممكن تظهر في المستقيم في المسانة ودي حاجات صعبة في اليوتروسيكرا الليجيمنس اللي هو الأربطة الرابطة الرحم بالأجناب أو الريكتوفاجين السيبطم اللي هو ما بين المهبل وما بين المستقيم معانا رسالة دلوقتي السلام عليكم يا دكتور من فضلك عاوز حضرك تساعدني أنا متجوزة من سنة ونص ومحصلش حمل ولا مرة وعملت أشعة بالسبغة من شهر تمانية ونتيجاتها كانت رحم وحيد القرن وخدت منشطات لمدة خمسة شهر اثنين قبل الأشعة وثلاث شهور بعد الأشعة وأنا هبعت لحضرتك صور للأشعة أنا هطلب من حضرتك تعرفني إيه الخطوة اللي المفروض أعملها بعد كده وهل يطر رحم وحيد القرن ده بيحمله بي عادي ولا لازم حقني مجهري أرجوك أتوسل إليك تفهمني كل حاجة عن الموضوع ده لأن طبيبي الخاص بي مش بيفهمني حاجة وأنا أصلا أنه يغيره بس كمان أنا منظوميات وإمكانيات المادية مش مساعداني أتمنى أن حضرتك تريحني ولك الشكر والتخضير في انتظار رد سياداتكم شكرا رسالة جميلة جدا رسالة حلوة قوي يعني المدام بتقول هل الوحيد القرن إحنا دوان طبعا إحنا بنتوصل على الصفحة بس أنا طبعا مقصر في الصفحة بقالي شهرين دوان اللي عايز يتوصل معنا صفحة فرحة حاوة على الفيسبوك يبعت لنا كل حاجة وإحنا إن شاء الله هيلاء الرد مدام إحنا أستأذنك عايزين نعمل منظار بطن ورحم المدام وحا بعت التحليل طيب طيب إحنا يونيكور تمام هي عاملة الهيستروس البنجيوغرافي الأشعب السبغة طالع أن هو وحيد القرن نورمال فيجوليزيشن أو زاليفت تيوب وذين ميديت سبيل طيب هو دوان عبارة عن الرحم وحيد القرن طيب ودي الأشعب هو إحنا لو شفنا الأشعب السبغة ده المنظر ده جميل قوي ده وإن إحنا بنسميه بنانا يوترس يعني الرحم اللي عامل زي الموزة اللي هو وحيد القرن وما يستدعه إن ما فيش أمبوبة يمين كمان يعني هي عندها أمبوبة شمال فإحنا بنقول للمدام إن حضرتك فرص الحمل بالنسبة لحضرتك النص يعني يا دكتور يعني لو الطبيعي إن الزوجين يحدث بينهم حمل من علاقة زوجية منتظمة من 6 أشهر لسنة يبقى أنا هعدل الوضع ده بالنسبة لحضرتك أخليه سنة لسنتين ده بمنأة إن حضرتك هرموناتك سليمة تماما إن الزوج التحليل سلام سليم تماما إن العلاقة الزوجية بين الزوجين منتظمة ومزبطينها يحصل حمل يحصل حمل بس هي مشكلة يا مدام اللي أنا بيتقرقني وتقرق حضرتك مشكلة مش في حدوث الحمل مشكلة في اكتمال الحمل فاستاذا حليك إحنا هنحتاج حاجتين أو ثلاث نعمل منظر بطنة أو رحم نعمل أشعة مهبلية بعد رباعي أو الرنين المغناطيسي للحوض بحيث أشوف حجم الرحم ده يساعدني في استقبال وتكملة الجنين ولا لا يعني إيه يا دكتور يعني الرحم وحيد القرن ده إحنا لما نيجي إن شاء الله مرة من المرات مش رحك الرحم ده تكون أثناء الحياة الإمبريولوجية أو حضرتك جوة داخل جسم الأم نشوف إن الرحم ده وبيتكون عبارة عن جزئين أثناء الحملة وحضرتك جوة بطن الوالدة بيبتدوا يتكونوا ويبتدوا يتجمعوا يتجمعوا لغاية لما يدوبوا مع بعض ويبتدي يتكون للرحم السليم الجزء اليمين وجزء الشمال وحيد القرن إن فيه جزء تكون وجزء تاني ماكملش فربنا تخالي كان خلق الرحم اللي هو واحد في اتنين في تلاتة إنش يعني اتنين ونص في ثلاثة ونص في سبعة ونص سنتي عشان يستقبل الجنين ويبتدي يكبر يكمل لغاية التاسعة وحيد القرن ده حجمه قد إيه هيوصلني لمدة قد إيه فإحنا مش المشكلة في الحمل المشكلة نحنا نتوقع أن غالبا سوف يحدث ولادة مبكرة فعايزين نعرف الحجم قد إيه ونشوف الدنيا عامل قد إيه والرحم ده هيستقبل الجنين ولا فنعمل أشياء عبوعد رباعي بنحمل ونكمل حديك بتحملي وبنحمل طبيعي وبنحمل حق نمجهري كل حاجة وعندنا حالات ولدتها وعايزة أشوفها عديك لو المدام بتتفرج عليها في التلفزيون دلوقتي ولدتها مرتين ومرة منهم أول مرة اكتشفنا على الترابيزة هي حاملة ونكملة لغاية التاسعة بالمناسبة وبولدها اكتشفت أن هي الرحم بتاعها وحيد القرن لأن هي حملة من ساعة الزواج ومن ليلة الدخل في عندنا سؤال تاني أستاذ إسلام طيارة السلام عليكم دكتور شادي محمد بعد التحية متزوجة من سنتين ونصف الطول 153 سنطي والوزن 61 كيلو وعندي تكايش مبايد وباخد سيدوفاش 3 مرات والدورة بتيجي كل 37 يوم وأنا دخل على حقن مجهري والزوجة عدل الحونات المنوية ضعيفة في العقا فهل الحقن المجهري بالنسبة لحالتي وحالة زوجي خطوة صحيحة وهل تكايش المبايد يؤثر في نجاح الحقن المجهري طيب أنا هارد على حضرتك بس احنا برضو ما عارفناش الحقن المجهري يا جماعة فيه أسباب كتيرة جدا يعني تعضد النجاح وإن يحصل حمل اللي هي اختيار الطريق اللي هنمشي فيه في الحقن المجهري صح السيدة طولها ووزنها زي ما هي ذكرى بس سننا حضرتك قد إيه مخزون المبيض بتاعنا قد إيه ال-FSH وال-LH هرمونات الدورة عندنا عاملة إزاي أنا بالضبط يعني أنا بقول الحقن المجالي ده عبارة عن إيه حضرتك راحة تدوري على عباية أو فستان ينفع أن تبعتي حضرتك أختك ولا تبعتي بنت خلتك هاتيلي الفستان فلاني طيب لا أنا لازم أروح إيس ده بعد ما بقيس أنا بخدها بعدلها عند عند الخياطة ولا عند الترزي يبقى إزا الحقن المجالي ده عبارة عن فستان أنا بطرزه على حسب كل حالة يعني إيه يا دكتور يعني حضرتك طولك قد إيه وزنك قد إيه هرموناتك قد إيه السنة قد إيه هبتدي معاك أمشي معاك أنهي طريق ما إحنا عارفين الحقن المجالي إحنا شرحنا قبل كده واللي كان متابعنا عارف إن إحنا الحقن المجالي ده تلت طرق أنا هبتدي أشوف هسلك أنهي طريق وأنهي طريق هيوصلني للهدف بتاعي إن أنا إيه أوصل للحقن المجالي إن أنا أطلع بيت سنيم وأجلنا السليمة أو طبعا التكاييسات المبايد بتؤلل فرص النجاح ليه إن التكاييسات المبايد هو اللي هنتكلم حلقة كاملة وأنا تكلمت قبل كده برضو اللي عايز يتفرج عليها على اليوتيوب تكاييسات المبايد عبارة عن اختلال هرموني فأي اختلال في الجسم سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى إنما هو إن شاء الله مع الطبيب السليم مع الاختيار الطريق الصحيح مع تصبيت الهرمونات مع كل حاجة غالبا بنطلع بيت سليم وربنا بيكرم يعني إن شاء الله ربنا بيكرم نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة تاني وهو بطانة الرحم المهاجرة أو مرض الاندومتريوس قلنا النسب قلنا الأماكن احنا قلنا الأماكن لداخل الحوض ممكن نقول الأماكن لخارج الحوض ممكن ملاقيه مثلا أنا فتحت بطن قبل كده وعملت قيصرية ممكن بتلاقيه على الجرح طب ممكن منلاقيه زي ما احنا قلنا ممكن ما يوصل للرقة ممكن يوصل للكبد ممكن نلاقيه في أماكن كتيرة جدا طيب هنقول إيه الأسباب سبب أو السبب الرئيسي لبطانة الرحم المهاجرة فيه نظرية بتقول وفيه بعض الناس بيقول إن كل الستات بيحصل لهم مرض بطانة الرحم المهاجرة بطريقة أو بأخرى يعني بنسبة أو بأخرى ليه لأن هو السبب الرئيسي بتاعه إن احنا إن أثناء الدورة إن أثناء الدورة الدنيا تزبطت يعني إيه يعني قلنا إن أثناء الدورة أثناء الدورة فيه من الأنابيب دي بتبقى موصلة للحوض فحصل إن هذه الأنابيب موصلة للحوض فرمت بطانة الرحم داخل الحوض فحصل حدث منها بطانة الرحم المهاجرة سواء بنسبة ضعيفة أو بنسبة قوية ولكن هذه بتحصل من سيدة إلى أخرى آه طب اللي سيدة ليه يؤثر فيها بطانة الرحم المهاجرة وسيدة أخرى لا يؤثر فيها هذه البطانة لاني بتختلف من سيدة الاخر في واحدة احنا بيحصل حاجة اسمها او وجود مواد التهابية في هذه المرحلة في بعض السيدات تؤثر فيها وبعض السيدات لا تؤثر فيها يبقى احنا ممكن نوصل لهذه او لتلك بعض السيدات لما بيحصل فيها عندها الرياكشن او التفاعل تقضي على هذه البطانة اللي موجودة داخل بطانة الرحم وما يحدث اي شيء ولا تعاني من بطانة رحم مهاجرة او اي شيء انما بعض السيدات الاخريات ان مرض بطانة الرحم المهاجرة مع وجود ضعف في المناعة وان هذه المواد التهابية التي تستطيع القضاء عليها يتكون مرض بطانة الرحم المهاجرة دي السبب الرئيسي عشان كده الاغلبية فيه النظرية بتقول ان ممكن بعض السيدات بيحصل لهم الاغلبية بيحصل لهم هذه المرض او هذه البطانة الرحم المهاجرة ولكن ما بيكملش طب في بعض العوامل اللي بتسبب او تزود بطنط الرحم المهاجرة؟ اه في بعض العوامل اللي تزود بطنط الرحم المهاجرة زي ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين مادام سالوة كان بتحكي حاجة وجود هرمونات الاستروجين بطريقة عالية في الجسم يعني سيدة قاعدت فترة طويلة جدا ما حصلتش لها حمل واحنا قلنا الهرمون المسيطر على الحمل هو هرمون البروجسترون طيب ما حصلش لها حمل في هرمون البروجسترون معنا مادام سالوة ايه يا دوск اتفضل يا مادام سالوة اه انا اللي كنت مع حضرتك بدي اه اتفضل يا مادام سالوة بقول لها حضرتك أو الوراء ما قالو لي من برر الصارع خارج العراحم يعني مبر arranخل عارض من بره خالص تمام او مقةل مش معصر طب يعني حضرتك كده مش ممكن مثلا ان انا احد مثلا يعني اعملي طيب هو ايه لو خد الاج ممكن يعني Odir حضرتك عملتي منذار بطن وراحم ولا ما عملاش منذر بطنور وأعلتيش منذور ولا بطن Yuk لا أستأذر حديك هنعمل منظر بطن ورحم أنا عملت بس إشعب السابعة قالوا لي كويس لا هنعمل منظر بطن ورحم على الهوى كده حديك تعبير منظر بطن ورحم ونبتد نشوف الدنيا عاملة زي الدنيا سليمة خالص توكلنا على الله هنصبر ما بين 3 شهر ل 6 شهر وحديك نلجأ للحقن الميجاري لو ما حصلش حم طب والتتالي فتبقى قتيرة يا دكتور لا إن شاء الله ربنا يسر ما فيش مشكلة يعني دكتور الدنيا برشام قال لي عشان يعني ما يكبرش حجم الورم الدنيا برشام الدورة بعديها بتجيلك كل 28 يوم تأخرت علي 8 أيام عملت تحاليل قالوا لي ما فيش حم الدنيا برشام نزلت الدورة هل يبقى كده ما كانش فيه حملة فعلا؟ لا ما كانش فيه حملة طالما عملنا اختبار والدورة استجابت للهرمونات اللي انت اخدتها تنزل الدورة ده معناها ما كانش فيه حملة سابق ما يقول لحديك على الهوى كده نصيحة هنعمل منظر بطنر والرحم وعلى أساسه هنبتدي نتوجه هل هسيب لحضرتك من 3 ل 6 شهور إن يحصل فيهم حم طبيعي ولا نلجأ للحقن المجهري على طول لأن في بعض الحالات احنا بنبقى مش شايفين حاجة وإحنا خارجين مش شايفين حاجة ظهرية زي ما احنا بنقول كده أنا عملت لها كل حاجة وفيش حاجة أعمل منظر بطنر والرحم وأنا خارج من قطة العملات بقول لزوجها إحنا من نشغل الحقن المجهري يبقى كده دي كده خلاص هو لو خد علاجي بقى كويس ما هو هو هياخد علاج إحنا كده كده إحنا بنقول إن الزوجين بيبتدوا العلاج مع بعض هو كده كده طالما الحركة ضعيفة مع أنا معرفش بقية القياسات بتاعة السائل المنوي ولكن هياخد علاجه وحديكها تعملين منظر بطنر والرحم ونشوف نحط الاتنين ببعض كده هل فرص الحمل الطبيعي معانا كويسة بنعرضها عليك يعني الكلام ده بيحصل يعني أنا بقول لهم لأ أنتو الدنيا كويسة نصبر ثلاثة وستة الشهور بس إحنا طبعا عندنا عامل لا نغفله إن سن الزوج عالي وسن حضريك كبير يعني الاتنين السن كبير فعشان كده ده عامل لا نغفله يعني أنا برضو بزعل جدا من السيدات إن هي مثلا تروح لدكتور مثلا ستة وتلاتين سبعة وتلاتين سنة وتفتكر إن هي عايزة تعمل وتفتكر إن هي عايزة تعمل حقن مجهري مثلا بعد على سن الاربعين أو الواحدة الاربعين ما ينفعش معنا اتصال مادام إيمان اتفضلي مادام إيمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور كنت عايزة أستصل من حضرتك بالنسبة للخلال الجزعية اتفضلي ده حقيقي ولا بالنسبة لأيه بالضبط مش حقيقة اتفضلي بالنسبة لأيه يعني للخلال الجزعية بالنسبة لأيه بالضبط بالنسبة للمبيض بالنسبة للمبيض عندنا فشل بدري في المبيض مش فشل أنا شلت مبيض فالمبيض بعد ما شلته عملت مخزن اللي هو البويضات مخزن البويضات طرع تمانية في المية تمانية من مية في تمانية من مية حالت شلت المبيضين ولا مبيض واحد شلت المبيضين ولا مبيض واحد بس قالوا إن المبيض الموجود ضعيف تمام أنا هرد على حضرتك وكنت عادة أسأل حضرتك أنا عملت أربع عمليات حقن مجهري وكل مرة بطلعش على اللبيضة فضية مش فيها حاجة طيب أنا هرد على حضرتك في حجالة ونبقى نكمل الموضوع تمام طيب نعلك يا دكتور تطميننا بالنسبة للخلال الجزائية آه تمام أنا هرد على حضرتك هي مش حاجة وهم زي ما الناس بتقولها لا هي حاجة حقيقية وحصلة ولكن النسب النجاح الحدثة دلوقتي قليلا وأنا هبتدي الحلقة الجاية على طول يا مدام يوم الجمعة الجاية إن شاء الله ساعة 2 ورب هبتدي بكلام عن الخلال الجزائية عشان نرد على سؤال حضرتك هي مش وات ومش نظب بس نسب يعني أنا لما بيجي لي حلات آه ممكن نعملها دكتور ممكن بس النسب النجاح لسه فيها ضعيفة وقيد الدراسة يعني مش هتيجي حضرتك تقول لي كذا هقول لي كذا لأ لسه ما فيش نتائج ظهرت إن احنا نقدر يعني نبني عليها أي شيء هما بيستعجلوني دلوقتي عشان الحلقة خلصت تحنط الرحمة المهاجرة وبقية شرحه مع الستيم سيلز اللي هي الخلاية الجزائية للمدام إيمان على وعد بلقاء إن شاء الله إذا كان في العمر باقية يوم الجمعة القادم ساعة 2 ورب مع برنامجكم برنامج فرحة حوة مع دكتور شياري محمد خاصة أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنبي والحقن المجهري على وعد بلقاء نتذكركم بزيارة السويس يوم السبت والثلاثة الساعة 12 في العيادة إن شاء الله واللي عايز يتواصل معنا على الفيسبوك على صفحة فرحة حوة واللي عايز يتفرج على الحلقة هلاقيه على اليوتيوب دكتور شادي محمد وعلى وعد بلقاء إذا كان في العمر باقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة